بسم الله الرحمن الرحيم الى مصر فغضب اهل القاهرة واهتزت القاهرة اهلزازا شديدا لهذا الخبر وبدأ اصحاب الالسنة يعني المشايخ والعلماء والشعراء وغيرهم يحثون الناس على الجهاد في سبيل الله عز وجل فاول حاجة كان هناك في المساجد ذهب الناس مسرعين الى المساجد يستمعون خطب الخطباء والعلماء الذين كانوا يقصون عليهم من الايات القرآنية الكريمة التي تدعو الى الجهاد في سبيل الله مثلا يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا وجميع الايات التي تدعو الى الجهاد في سبيل الله عز وجل وفي حلقات اخرى تدعو الى حديث رسول الله عليه وسلم وفي المقاهي والمجتمعات الشعبية كان الناس يستمعون الى شعراء الربابة الذين كانوا يغنون الاغاني التي تدعو الى الحماسة للحرب ضد الاعداء وهم لويس التاسع وجنوده تهيأ كثير من الناس الى هذه الحرب وتشجعوا لها كثيرا فذهبوا الى الامير حسام الدين مين بقى الامير حسام الدين الامير حسام الدين ده متولي القاهرة وكان مسؤول عن تنظيم الجيش واختيار من استطيع القتال والجهاد في سبيل الله ضد الاعداء طبعا كان الامير حسام الدين بيختار منهم من يطيق النزال فقط ومن لا يستطيع القتال فكان يعود باكيا منتحبا اما الجنود المصريين فقد جهزوا اسلحتهم وبدأوا يستعدون لهذه الحرب الشديدة ضد الفرنج وامتلأ جبل يشكر بالمجانيق حتى تجرب قبل ان تحمل في السفن من القاهرة ومن جميع المحافظات الى الضميات التي سوف يكون عليها المعركة وكانت هذه المجانيق تجرب في جبل يسمى جبل يشكر جبل يشكر في القاهرة حتى طبعا نستطيع تجربة هذه المجانيق حتى تحمل فين في السفن استعد كثير من الجنود واستعد كثير من الناس للجهاد في سبيل الله عز وجل وكانت اعداد كثيرة جدا في هذا الوقت وصل رسالة تبشر بقرب دخول السلطان نجم الدين الى دميهط فاستعد الناس للرحيل من القاهرة وخرجت جموع الشعب المصري تشجعهم وتحييهم لانهم سوف يذهبون للجهاد في سبيل الله عز وجل امتلأت السفن بكثير من الاسلحة وادوات القتال والطعام والزخيرة والمؤن وكثير من الجنود وكثير من المتطوعين ولكن بسبب قصرة هذه الاعداد هناك الكثير من المجاهدين لا يستطيعون الدخول في السفن بسبب قصرة الاعداد فقرر هؤلاء المجاهدون ان ينطلقوا مشيا على ارجلهم حتى يصلوا الى دميهط رغم بعد المسافة والصعوبة ولكنهم احبوا فكرة الجهاد في سبيل الله عز وجل وبالفعل اصبحت السفن في نهر النيل في فارع دميهط واصبح السائرين على اقدامهم مثل سيلين سيل البر الذي يمشي على الارض ويتعجل اللقاء لجهد ضد الاعداء وسيل البحر وهي السفن التي تشق الماء متجهة الى دميهط بالفعل كلما مرت هذه السفن وهؤلاء الرجال على قرية من القرى او مدينة من المدن فكانت تزيد الاعداد سواء في العدد والرجال او سواء في السفن وفعلا اصبحت وكأنها سيول شديدة في هذا الوقت بالتحديد وصل الملك نجم الدين ايوب حاكم مصر والشام الى شموم تنوح وجلس هو وشجر الضر سريعا حتى لا يضيع الوقت وقرروا اختيار القائد الذي يقود المعركة فكان فتم الاتفاق معا على اسناد قيادة الجيش الى الامير فخر الدين ابن شيخ الشيوخ واحنا تعرفنا طبعا على فخر الدين ابن شيخ الشيوخ في كثير من الاحداث السابقة استدعى نجم الدين الامير فخر الدين ابن شيخ الشيوخ وكلفه شرف الجهات في سبيل الله ضد اعداء ام لويس التاسع وجنوده ثم بدأ نجم الدين يشرح خطة المعركة لفخر الدين ابن شيخ الشيوخ اول حاجة في هذه الخطة ان تعب ضميات بكثير من الاسلحة والزخيرة والطعام لماذا؟ حتى لا يتكرر الخطأ الذي حدث في الغزوة السابقة في عهد والده الكامل لان يجب علينا ان نتحاش كل الاخطاء السابقة طبعا الامير فخر الدين يسمع ويعد نجم الدين بان هذا سوف يتم وان شاء الله لن تتكرر الاخطاء السابقة مرة اخرى تاني حاجة قالها نجم الدين ان ينزل بالجيش على البر الغربي للنيل لماذا؟ حتى يعوق تقدم الجيش الافرنجي الى دميات لان قبل كده في عهد الملك الكامل ايضا حدث هذا الخطأ وانتظر المصريون في الجانب الشرقي وده طبعا يجعل الفرنجي يدخلون بعض الاجزاء من مصر ولكن نجم الدين في هذه المرة لا يريد دخولهم وقال له لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين يسمع يسمع فخر الدين هذه التعليمات بدقة اراد نجم الدين ان يركز على النقطة الثالثة ولكن امتلأت عينه بالدموع لانه اراد ان يقود المعركة بنفسه ويرى سيفه وهو يجز عنق لويس المغرور وتقرب الى الله عز وجل برأس لويس الذي يريد ان يقضي على البلاد وعلى العباد وعلى الدين وطبعا شجر الدر حاولت كثيرا ان تخفف من تفكير نجم الدين لانه قال لها خائف يا شجر الدر ان اموت قبل ان انتصر على لويس التاسع ولكن شجر الدر قالت له لماذا تخاف يا مولاي فان حصون ضميات منيعة وقوية والجند كلهم تحت ارادتك والعدد بتاعتنا عدد باطشة وامراء المماليك كلهم رهن اشارتك والجيش كلهم معك بل وكل شعب مصر يعوينك بالمال والدعاء وكلهم يقفون معك فان شاء الله دي كل عوامل النصر بكى نجم الدين وقال لها انا احس بالنهاية شجر الدر ولست اخشى هذه النهاية ولا اخشى الموت ولكن كل ما اخشاه من التفرقة التي يمكن ان تحدث بين الصفوف بني ايوب اذا مات السلطان في هذا الظرف الدقيق فمن يستطيع ان يقف في وجه هؤلاء لان الوحدة التي عملناها يمكن ان تنتهي واذا انتهت هذه الوحدة هذا سوف يجعل الفرنج اقوى ولكن شجر الدر قالت له ان شاء الله سوف تكون في المعركة يا مولاي يهز يجز سيفك عنق لويس ولك الاجر بكل هذه الالوف الذين يشاركون ان شاء الله في المعركة بعد ذلك اتجه نجم الدين بالحديث يعني فخر الدين واخذ يمد يده ليحمسه ويقول له في امل هذا يوم الله يا فخر الدين يجب عليك ان تستعد للقتال ولا تخشى من الاعداء ابدا ويجب ان تتقدم جنودك في الموقف الصعب حتى يسبقوك اليه ولا تخشى منهم واجعل من روحك القوية تنعكس على جنودك في المرة الثانية قال له نجم الدين يجب عليه ان يستعد بكل ما يملك من القوة ضد الاعداء ثم مد اليه يديه مرة اخرى حتى يحذره من الشائعات وما يزيع المرجفون ومد اليه مرة اخرى يدعو له ان يوفقوا في هذه المعركة بعد ذلك جاءت رسالة من لويس التاسع فلم يأذن نجم الدين للرسول وامر الكاتب ان يأخذ الرسالة ويتلوه على نجم الدين وانتظر الرسول خارج في الخارج بدأ الكاتب يقرأ لنجم الدين رسالة لويس التاسع وهيهدت فيها بما حدث من الفرنج العرب الاندلس الذين قاموا بقتلهم وتشريدهم وقتل رجالهم ونسائهم واطفالهم وشبابهم وخربوا بيوتهم وانه سوف يفعل فيهم اذا وقف امامه مثل هذا بالضبط ثم يهدده بقسرة الجيوش التي اتت معه انهم مرسلون اليك باسياف القضاء حتى يقضون عليكم اذا فكرتم في الوقوف في وجه هذه الحملة وقال طبعا لويس التاسع بغرور يطلب من نجم الدين ان يسلمه جميع ما عنده من مراكب ومن ترايد وشواني يعني السفن الكبيرة والسفن الصغيرة طبعا نجم الدين غضب شديدا وامر كاتبه ان يرد على هذه الرسالة غاب الكاتب بعد الوقت ثم عادة وقرأ على نجم الدين الرسالة التي يرد بها على لويس المغرور وقال بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد اما بعد فقد وصل خطابك وانت تهدد بقسر ديوشك وعدد ابطالك وانسيت ان العرب هم ارباب السيوف واصحاب القتل ولان هجومك على العرب فان هذا سوف يؤدي الى ان تكون نهايتك على يد العرب فانك لا تعلم مدى قوتهم ومدى شدتهم في الحروب وان هذه الحرب سوف تكون نهايتك لان البغي له مصرع ومصرعك ومصرعك طبعا سوف يأتي على يد العرب لانك بغيت عليهم طالما بغيت عليهم فلن تخرج من هذه المعركة منتصرا ابدا ففي الوداية سوف تكون هزيمتك وفي النهاية سوف طلق مصرعك فيها طبعا نجم الدين صر بهذا الرد الكبير الذي كتبه كاتبه فارسله الى لويس التاسع مباشرة غضب لويس التاسع كثيرا ومن معه من الجنود من هذا الرد وعندما غضب امر الجنود بسرعة الهجوم على ضميوات وبالفعل بدأت المناوشة لضرب ضميوات ولكن للأسف كان فخر الدين ابن شايف الشيوخ ينتظر امر نجم الدين هل يرد عليهم بالهجوم لان نجم الدين علم ان الفرنج بدأوا المناوشة وبعد المناوشة الهجوم فظلنا فخر الدين ان نجم الدين قد اصابه شيء او ان تكون الطيور التي تصل بالرسائل قد تاهت في الطريق او اعتقد ان نجم الدين قد يكون ايه مات كل هذا التفكير وطبعا الفرنج بيبدأوا المناوشة والهجوم على ضميوات ورغم ان حصون ضميوات كانت مستعدة للضرب ولكن التفكير السيء الذي قام به فخر الدين ابن شيخ الشيوخ والتفكير بسلوب لا يليق طبعا بهذا القائد رغم انه رجل حرب ومتمرس على ذلك ولكن في هذه اللحظة كان تفكيره تفكير خاطئ جدا للاسف قرر فخر الدين ان ينسحب من ضميوات حتى يذهب ويرى ماذا حل بالسلطان ويشارك فيه اختيار الملك الجديد حتى لا تضيع البلاد كلها وبالفعل عندما اتى الليل كان فخر الدين انسحب ويعبر الجسر الذي يربط ما بين اشموم تناح وبين ضميوات وبالفعل انسحب من المعركة وغضب جدا 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 اهل ضميوات واهل القاهرة وقام اهل ضميوات من نومهم مزعورين لماذا لانهم يخشون طبعا اذا دخل الفرنج فسوف يحطمون كل شيء فبدأوا يرحلون سريعا من ضميوات ويأخذون ما يستطيعون حمله قبل ان تدخل الحملة الفرنسية بكادة لويس الى ضميوات وذهبوا في كل مكان وغضب اهل القاهرة ايضا غضب شديد ونزلوا في الشوارع يهتفون وهم في شدة الغضب مما حدث ولكن استطاع حسام الدين متولي القاهرة واستطاع ايضا كذلك المشايخ والعلماء ان يهدئوا من روع الناس ويقول لهم ان هذه ليست هي نهاية المعركة وان ان شاء الله سوف يأتي النصر فكم من هزيمة تحققت وانقلبت الى نصر بعد ذلك باذن الله عز وجل وبالفعل هدأ اهل القاهرة وقرروا ان يساعدوا اخوانهم في الجيش مرة اخرى ورسلوا لهم كثير من المساعدات من كل مكان في مصر وبالفعل استطاع المصريون ان يعبروا من هذا الموقف اما نجم الدين فقد غضب غضبا شديدا وامر بالقبض على فخر الدين ابن شيخ الشيوخ ومن معه من قادة الجيش وقدمهم الى محكمة من العلماء بتهمة هربهم من ارض المعركة وده طبعا خطأ كبير جدا جدا يستوجب الاعدام وللأسف لسئة المنتزى الخاصة كان معكم مستر احمد رجب والى اللقاء في فصل اخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة